ينطق البرلمان نداءه العاجل للطبقة السياسية نداء برسالة يكتبها العراقيون مفادها أن الانتظار طال للتشريع والرقابة وهو دور البرلمان الذي لا يخدمه التعطيل أو التأخير ذلك التأخير الذي تدخل فيه الأطراف السياسية على حد سواء بفعل شرخين يتسعان ويفاقمان الأزمة منذ إعلان نتائج الانتخابات والمتمثلان بالصراع على الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية ذلك الذي ينظر إليه اليوم الإطار التنسقي على أنه تأخير لا يصب في مصلحة الوطن معلن رفضه لمهلة الأربعين يوما التي أعلنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بيان رسمي أكد فيه الإطار أنه غير معنيا بتحديد مدد زمرية ما يعني مضيه قدما في مشوار تشكيل الحكومة وترتيب أوراق الكتلة الأكبر بالدفاع عن حقوقه المكوناتية التي يصرح بها قياده الإطار في جولات اللقاءات والاجتماعات من وجهة نظر أخرى فإن ضرورة الاحتكام للدستور حول مسألة الكتلة الأكبر ضرورة قصوى لتعزيز فرصة صناعة حكومة يقبل بها جميع الأطراف احتراما لصوت القضاء والقانون لكنها وجهة نظر غائبة بعض الشيء عن الذين يرون تفردا بالإدارة لملف التشكيل الحكومي إذ يتمسك الإطار بضرورة مشاركة جميع الأطراف وضمان عدم تهميش أي طرف من القوى السياسية بعملية تشكيل الحكومة في الحالة تلك تغلب لغة الصالح العام من خلال المطالبة بتوافر الإرادة لإنهاء حالة الانسداد السياسي الذي قد يكون حل للدقائق الأخيرة مثل كل مرة تدخل فيها العملية السياسية بمعترك نزاع وصراع غير أنه تخوف موجود بقوة هذه المرة لزيادة حالة الشرخ بين الأقطاب السياسية ترجمة نانسي قنقر